مرحبا كيفكم؟ عساكم تكونوا بخير إن شاء الله جماعتنا هذا الفيديو بدي يصل للعالم كله فيديو عن المعمول بطريقة احترافية اللي بدي يعمل معمول دائما ينجح معه فيش ولا غلطة يتابع الفيديو كامل واللي بدي يفيد يشاركه تمام؟ هذا الفيديو بدي يفيدكم وتابعوا لي على طريقة التحضير كويس وامشوا على المقادير كويس بتدعو لي خلنا نشوف كده نسوي معمول العيد المقادير بالميزان ولا فيه إشي اسمه كوب تمام؟ لكن بالسمنة ممكن نستخدم الكوب فقط وكوب معياري حلو عندي سميد فرخة سميد الفرخة تيجي حبته كتير كتير نعمة قريب على الطحين فيه سميد ناعم فيه سميد خشن فيه سميد وسط تمام؟ هذا هو سميد الفرخة بدي منه نص كيلو والطحين متعدد الاستعمال ما فيه مشكلة بدي منه كمان نص كيلو يعني نص كيلو سميد نص كيلو طحين شو بدهم سمنة؟ بدهم كمان نص كيلو سمنة حلو يعني نص كيلو سميد نص كيلو طحين هاي كيلو بده الكيلو دايما نص كيلو سمنة السمنة بالميزان نص كيلو أو بالمكواب العيارية قدر كوبين تمام؟ خلينا نبلش هاي عندي أنا سميد ننزله ننسكيله سميد ننزل معهم نسكيله الطحين نخلطهم مع بعض هاي المرحلة الأولى من المعمول شوفوا البساطة والسهولة وأهم شي النتيجة تمام تأكدنا أنه خلطنا منيح منيجي على السمنة نحكي عن السمنة شوي هاي السمنة حيواني حلو؟ سمنة يعني نفس البقرة الحلوب هس أنا عملتها راح أحطوكم إياها بصندوق الوصف أو بالتعليقات اللي هي إيش السمنة الحيواني كيف نسويها الأفضل دائما في الحلويات استخدام السمنة الحيواني ليه؟ خالية من كتير مواد إحنا ما بدنا إياها من الحليب وهيك أشياء ودائما بتكون أطرى من النباتي للمعمول حلو؟ والنكهة خرافية بمعنى الكلمة لننزل في عيار النص كيلو أو الكوبين بدناش نخلي ولا نتفين طبعا إيش السمنة اللي بنعملها في البيت اللي عملتلك إياها أوفرب كتير ونكيتها كتير زاكية وهيني أنا اللي بيأخذوا مني أنا معمول معودهم على هاي السمنة طيب نعجن كل هاي المواد مع بعض طيب تمام هيك هاي أنا عجلت 100% حلو شايفين قوامها هاي قوامها 100% هسا شو بدأ أسوي فيها بدي أبردها دائما الشغل في المعمول يتكون العجينة مبردة في التلاجة أحسن شو دأسوي فيها بدنا نبردها منجيب صدر وننزل فيه العجين ليش الصدر مش نفسها فيها نبردها عشان لما إحنا نطلحها من التلاجة السمنة حتجمد ولما تجمد السمنة بتصير آسية صح فبتغلبنا لما تتفك وهي قطعة واحدة حلو فإحنا إيش بدنا إيش نمسكها ونفردها أنا أخليها تكون أرفع طبعا المعمول يا جماعة الطحين بيفرق عن شغل السميد في التكنيك بيفرق كتير السميد والطحين بيفرق عن الطحين كمان وعن السميد لحاله بس قريب أكتر إشي على السميد شغله خلص هسا نغطيها بنايلون وتروح للتلاجة ساعتين زمان ساعة ونص بديها تبرد كامل عبين ما يجمد العجين اللي عملنا بنا نعمل حشوات الحشوات يا جماعة الخير بدنا نركز عليها من الأسباب الرئيسية لنجاح وفشل المعمول صدقوني الحشوات إشي كتير مهم وركزولي فيها كمان بدي نعمل تمر نعمل فستق حلبي نعمل جوز فيه تكنيك معينة نمشي عليه عشان تطلع الحشوة صح عندي تمر بختار أول شي نوع تمر جوتو عالية حلو؟ تمر صعب نشغل بالكفات بس ندبرها التمر حسب جوتو تمام بختار جودي عالية وإذا كان آس شوي التمر بدي أطريه بأطر حس إذا أنا اخترت العجوة هاي تكون طريه كتير ما في داعي للأطر الأطر يا أخوان إشي مهم جدا مع التمر ليه؟ لما تطرع حبة التمر والعجوة عفوا وتنحط في حبة المعمول وتنحط في الفرن حلو ما بتكون ناش في اللي تشرب سوائل من العجين فإش بيصير في الأحبة المعمول يا بتشقق يا بتروح الرسمة يا بتبهدل حالتها بتبهدل فإنا عشان تطلع عندي الحشوة صح بدي إياها ترويتها تكون صح تمام أنا عندي هذا النوع بده شوي تقطر الله يسطرني عاد بدنا نحط له شوي تقطر نعنجنه إيش مع الأطر أنا متغلب عشان كفات بزير من الكفات خلينا أشرح الكفات الشغل هذا بالذات بيبدوش كفات شايفين تم رئاسي شوي إذا ما طريته بعد فترة بيجي الواحد ديوكل حبة المعمول خلص سنانه نزله رسمي حتى العجين بتيه بس بده كمان شوي تقطر الأطر اللي نستخدمه إحنا للعجين للحشوات أطر تقيل يعني عياره كاستين سكر مع كاسة مي بغليهم عن نار تمام وخليها نار متوسطة بعدين بحط له يا شوية عصير ليمون يا إما إيش رشي خفيفة ملح ليمون ما تسألوني عن حلوة الأطر والتمر التمر حلو هسه إيش بلزق صح مش بيدبئ نعطيه نكهة ونفس الوقت منشيل منه الدبأ كيف بالسمن هذولا حوالي 700 جرام عجوة تمام نحطوهم حوالي هيك معلقة بس مش كاملة اللي نضر فيها تمام وبنفس الوقت السمنة هاي هتعطي نكهة للعجوة توديها بمكان آخر اللي بدي حط بهارات إرفة هاي الشغلات هو حر لكن الطعم الصح والأصلي من دون هاي الأمور طرسة كيف رح تصير ملبن شايفين هايو كيف صار ملبن ما يلزقش ما أحلى هايو نعمل له هيك كويرة كويرة مجاهز ولا إيش للحشي هيك صار جاهز الحشوي البعدها فستو الحلبي بالنسبة لملك الحشوات الفستو الحلبي كمية اللي بدكم إياها أنا بدي أشتغل من هدول هسه جزء بسيط تمام بدي أعمل منه قدامكم جزء بسيط عشان أعلمكم لأنه طحنه على إشي زي طاولة بيغلب على الخامعة أو إشي ممكن تستخدموا المطحنة المكسرات هاي أو الابهارات بس بيطلع ناعم احنا بدناش هيطلع ناعم كتير بدنا يطلع فيه حبة فيه كسر يعني الحبة هاي مثلا هيها نصين خليها لا ترتأزق مثلا زي هيك ديكون تمام هسه ايش طريقته التقليدية المعروفة إنه بمسك الفستق الحلبي زي هي وفيه الشوبك مرق العجين بنمسكه هيك هاي الطريقة التقليدية وبنطحن شايفين هاي رافع وبشد فيهاي شايفين كيف بيغلب على الطاولة عشانكم عالي ها والدفقد قوعي يكون فيه إشر إشر الفستق الحلبي هاده يطلع في التم بهدلنا خرب كله كل المعمول هيني رافع هيك وبطحن فيهاي هاي ثابته وهاي بتطحن وممكن كمان تحطوه بكيس وتدقوه بس ها مش يتنعموش كتير خلوها حبة المعمول لما تنقسم بتتم يكون فيه شكل حشو متجنن تمام هيك نعومته كويسة حلو هيك نعومة الفستق الحلبي ممتازة 1% ما بديها تكون نعمة كتير ولا خشنة هسه بنعمل تتبيلة للفستق الحلبي طبعا انا كمية عندي كبيرة راح عملها بره التصوير تمام انه هاي الكمية بتاخد وقت هون نحط لنا شوية سكر هيك رشي خفيفة حلو نزلنا عليها شوية ميت زهر هذه هي نكهة الحشوة ميت الزهر والسمنة الحلوب تمام قبل السمنة لازم نحط ايش القطير بدها تنعجن بقطر تمسك بقطر حطلنا شوية قطر بالتدريج حتى تصير تمسك معنا نجينهم مع بعض حتى يتصيروا ايش يا جماعة يتماسكوا مع بعض طبعا سيداتي نساتي بتعملوا ليش الحشوة اللي ما تمسكش غير لا لازم تتكعبر عادي زي العجوة مش تعملوا ليها بمعلقة ما بتزبط نشوف عديش بدنا قطر بنحط لازم انا بعجن فيها تلم معي العجينة تلم هيكا يعني اها بلشت تلم نكمل عجن عبين متأكد انه كامل قطر اجعل فسطو الحلبي بعدينش بضيف قطر اذا بدي قطر شايفين هيا جمعت معي لما تجمع معي بتكون خلص صحي العجينة هسا بنحط لها شوية سمن عشان تروح تدبع منها ومنكورها ونسويها كرات كل واحد حسب حجم حبة المعمول فالافضل دايما تكون انا عندي حبة الحشوة اللي الفسطو تكون نفس حجم حبة العجين مش تكون اصغر كتير بتصير فاضي من جوة ولا تكون اكبر تفتح الحبة على الخبز حلو هلنزلنا شوية سمنة احنا نطر هاي شايفين هيك انا كيف تجمع معي هيا كيف جمعت معي صارت قرة انا لما بدي اخد منها حبات لازم هيك اعرف اكورها لما اكورها تكون معي هيك هادي الحشوة الصح والجوز بنقدر نشتغل معاه نفس الطريقة بس ان ناخد بالعين الاعتبار ان الجوز بسرعة بتفتفت بسرعة بيكون اطرة فما ندعكه كتير عشان ما يصيرش بودر يعني هايك يا جماعة هيا شايفين طلعت من ورين من التلاجة جمدة ويابسة شو نسوي فيها هسه بكل بساطة مثلا ايش عشان نعرف نشتغل فيها ونعجينها بدنا نرجع نطريها شوف الحب كيف هذا بنرجع ايش بنرجع نطريها هاي الطريقة الصح بحافظ على برودة العجين وعندي اجواء مناسبة يعني كيف اجواء مناسبة اول اشي اجواء مناسبة تعتمد على الجو لازم يكون الجو يعني فيه برودة صراحة مش شوب وحار هذا العجين بصير يطلع منها السمن لما تكون كتير شوب يعني قد ما تقدروا حاولوا بتخلوا مثلا المينا نستخدمها هسه في العجين باردة العجين داما بارد بس اخلص عجين برجع بحطه في التلاجة هاي الامور بتنجح معاكم معمول وبصير كتير شغل وسلس أسهل طالما سلس أسهل وأسرع بصير الشغل يبطل عبئ المعمول حلو شايفين هدول بالدرجع أعجينهم العجانة على أي شيء بزبط الدرجع أطريهم شايفين هيك رجعت بتتذكروا كيف لقوامها هاي يا جماعة لما تكون بس معجونة بالسمنة والطحين والسميد أو هيك أو هيك يعني إذا كان سواء طحين أو زميد أو أي نوع بتقدر تخلوها يوم يومين بالتلاجة وشتغلوا فيها براحتكم حس بنا نعمل إيش؟ بنا نشرب هالسوائل شو بدا نسوي؟ بدي أجيب حوالي كوب مي تمام؟ يعني ما يقارب المتين ميلي بدي مي وبدي أحط عليهم ربع كوب سكر هاي ربع كوب سكر وبدي أطر حوالي كمان يعني هيك برضو ربع كوب لفنجان قهوة أطر نفس الأطر اللي تقيل يكشفين نحطهم مع بعض عشان فيه سميد بإمكاني أخط لي ذرة خميري يعني عشان ذرة يعني ذرة عشان فيه سميد وأحركهم سوا وننزل فيهم كاملين هسا بالطحين شافين المي بالطحين لحاله ممنوع منعا باتا أقعد أعجن حلو؟ الطحين وسميد أقل خطورة ليش؟ لأن الطحين يا أخوان بدي تبلع تبليع في المي يشرب المي شرب حلو؟ زي هيك في الطريقة هاي لو عجنت عجن بيصير فيه عرق وبتضرب العجينة أما أنا حتى هنا فيش عندي غير سميد وطحين صح؟ هادي العملية أقل خطورة بقدر أعجن بس الأفضل إني أشتغل كاي زي ما بتعامل مع الطحين أنا هيك قالوش لوش بس المي تلوها بتشرب شوية شوية وفيه كمان أنا حكيت في فيديو للطحين معمول الطحين لحال مع أهم أسرار نجاح الطحين أحطولكوا إياها بصندوق الوصف أو بالتعليقات شايفين كيف شربت المي هاينا ها لا عجنت ولا سويت إشي بس لوش تبليع إنه هون خلص مجرد ما حطينا مي على سواء الطحين بشكل عام وصل الطحين مي هون صار فيه حساسية عالية اللي جلوتين بده يتفاعل ويصير فيه مشاكل عندي بده تمط العجينة بده يصير بهادد نتوقعوش قديش بيحتة حلوة قوامها بجنن وما يغرقوا إنها هاي هيك ها بتدبئ وطرية هس بتشرب سميد والطحين بيشرب المي بتصير بتجنن بتحطوها بالتلاجة وإيش على قدمة بتكم شوي شوي طوله هيك بتضل عجينة باردة وبتجنن هسا هيك منتركها ترتاح بهالتلاجة حلو أصلا ما يغرقوا إنها هيك دبئة ولا إشي ولا ما يعق هذه العجين صح هسا بتشرب وهي بالتلاجة بتشرب المية وبترتاح حطوه الكوياه عشر دايق بتكفي ربع ساعة وضلوا طوله شوي شوي حتى لو يبست حتى لو يبست طول شوي شوي واشتغل عادي خلص خلينا نحطها هسا نغطيها وعشر دايق ربع ساعة بنرجع لكم شايفين يا جماعة أعدتها حوالي نص ساعة هايها بالتلاجة وطلعتها وقطعتها أنا باشتغل فيها وي هيك ليش بطول عقدي شوي وببلش أعجن ايش أعمل الطباط عقدي القلب اللي عندي عادي بعمل الطباط وبفتحها وبحشيها هسا هيش باردة بتكسر بس اعجنيها شوي بإيدك شوف كيف بتصير مية في المية هسنا نبلش نحشي let's go شايفين هذا المنظر النهائي للحشي طبعا أنا نسيت أحكي لكم القطر اللي حطينا عليها ها بيعطي تحميري حلوة لون أحمر لإيش لحبة المعمول طبعا أثناء الحشي بدي أكون مولع الفرن وتكون حرارة عندي عالية جدا عشان أدخل المعمول على حرارة عالية حلو ها عندي الفستو وعندي العجوة وهي عندي الحشوة شوف الأوالب طبعا أنواع احنا كلنا عارفينها فيش دائع كتير أحكي أنا مثلا في أوالب خشب تيشي زي في أوالب بلاستيك وهذا الأوالب والله كويس أنا شايفه كتير حلو نقشته كمان أنا بحب أشتغل في هذا وهي أوالب تاني إشي بستخدمه للجوز للفستو لكله حلو نعمل هنا قطعتهم وجهستهم شايفين حبة قد حبة العجوة حلو على قد حجم الآلب اللي عندي بجرب حبة أنا بعملها وعدي قالب اللي عندي بحشي وبنزلها تمام بجهز لي كم من حبة رشنا لنا شوي تطحين عليهم ما كترش كتير قاعدة بحط في البداية على القلب كمان شوي تطحين حلو بعدين مفروض أني أنا أياش ما أخذ طحين كتير هسا بدنا إياش بدنا نطبع حطيت أيدي شوي تطحين بس ها نعمل زي هيك ننزل في الحبة ولازم ما أضغطش هيك أضغط هيك حلو وأنزل في الحبة شوف ما أحلى رسمتها واقفة هسا هاي أنا عشان أحافظ عليها بالفرن كيف تتعامل معها بدي الفرن لما يكون حرارته خلص على آخر وصلت بدي أعى شويها من فوق بالأول قبل ما أعرضها من تحت من فوق بتثبت الرسم وبعدينش إيش بنزل على الفرن من تحت كمان حبة طبعا ما نكون زينوها بفستو يعني تحطوا تحتها بفستو بعدينش تطبعوها عادي مرسوم رسم ما شاء الله هاي كمان واحدة كمان شايفين محلاها حلأدي الآلة بالضبط ما بديها تكون بارزة لها بطن ولا أعملها زي هيك لأنها هتسوي بمكان ومكان ما تتحمر فيه تمام؟ هاي كمان واحدة وعلى هذا المنوال الفستو الحلبي نفس الشي برضه ها حطنا هيك شوية تطعين بس معلومة بسيرش أحط الفستو الحلبي بنفس القالب ها في نفس الصدر عفوا ليش؟ لأنه فستو الحلبي ممكن يكون أعلى من العجوة فبيتحمر قبل فلما يتحمر العجوة بكون نحرق الفستو الحلبي نحشي فستو الحلبي انتو تشغلو جزيك انتو مفروض تشتغلوا على طرف فاضي تحته أحسن زي هيك شوفوا الرسمة ما أحلاها بتجنن معنه قالب بلاستيك بس حلو شغله طيب كمان هيك رشة طعين خفيفة هنطبعنا كمان واحدة فستو الحلبي خلي مسافة بسيطة بينهم وين؟ بالصدر لازم يكون في مسافة بسيطة بينهم تمام خليني أنا أطبع هالصدر وهالصدر ومفرجيكم النتائج النهائية هاي هيك جمعتنا طلع من الفرن بجنن طبعا أول ما طلع من الفرن رشيت عليه من نفس السمن خليته يسيح تمام؟ رشيت عليه فوق شوية سمن النفس السمن اللي استخدمناه وشغلة تانية أن بعد ما حمرته من فوق حمرته كمان بعديها من تحت وإنتوا إذا عندكم فرن بيشتغل فوق وتحت حمروا من فوق وتحت ما في مشكلة مع بعض شغلوا بس خلوا الحرارة اللي فوق أقل من التحت بلاش يأخذ لون من فوق وينحريقوا لسه من تحت ما تحمر جميل هسه هذا أنا بقدر أقطع لكم من نقطعه هذا لسه سخن بس ترجيش أمسكه طبعا إذا مسكناه حيفرط معنا بدي أقطع لكم أنا شوي من العجوة هسه شايفين هذا اللون؟ هذا اللون هيو هيك هذا اللون من قدام وورا من كعب الحبة ومن وجهها الحمار كيف تحمل صح هسه أقطع لكم حبة هذا بارد هذا سخن هبو بيطلع عليه خلينا أقطع لكم حبة من العجوة نشوف كيف أضحها هاي الصحن وهي سكيني وهذا زي النار مش مسترجي ألمس هنا يعني إذا قدرت أقطع بقطع بس هكيد حيفتفت طبعا معلومة برضو أسه أول ما يبرد بتحطوه في علبة وتسكروه منيح بيقعد فترة طويلة بس أول ما يبرد لو أكلته حتلو بقرش هذا طبيعي فتركوه يرتاح جوه العلبة تاني يوم تالت يوم شوفوا كيف بصير يدوب دوب في التم خيالي من أطعته خيالي شايفين كيف حشوة صاح من جوه بتجنن وطعمها أكيد مجنن أكلها ولا لا أكلها مم 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 مغاوزة زاكي أنا بالنسبة لي بحكي جد زاكي أنا معمولي بعرفه زاكي طلعوا حشوته كيف يشي بيجنن مم والله الصراحة الفسته بس ترجيش أنا أقص منه بس بدأي حاولكم وحاوله يا رب نجرب قول يا رب سخن شوفوا حبتها لونها كيف هذا بسيك هذا تنفغس في إيدي يعني ما أعتقدش أنه تنقص يعني تمام هي في كيف دونها وكعبها بس إذا قصيت أنا متأكد حتصير ثلاثين قطعة فسته بدها تأمل مم شي مرتب عالآخر هالمعمولات شي سبيشال حشوة الفسته حشوة العجوي وبدوب دوب في التم لازم نتبع كل الخطوات والأسليب اللي حكيت عنها عشان ينجح معنا المعمول ويطلع شي مرتب وآخر الفيديو بذكر عن السمنة سويناها راح نحطها بالتعليقات أو بصندوق الوصف تمام نشوفكم إن شاء الله بوصف جديدة بحلقة جديدة كل عام وانتو بقى الف خير سلام شكرا